موسيقى بضعة أسابيع تفصولنا عن موعد إقامة معرض الأمن والدفاع الدولي في العاصمة البريطانية لندن المعرض يعقد كل عامين في مدينة الضباب ويشارك فيه التجار الحروب من مختلف البلدان المصنعة للأسلحة وأما زبائنهم فهم حكومات من مختلف أرجاء الأرض هذا المعرض يحضرهم ممثلو أنظمة قمعية ترتكب أبشع الانتهاكات بحق الشعوب التي تحكمها وبحق شعوب أخرى وعلى هذا الصعيد يبرز اسمي كل من السعودية والبحرين فالأولى ارتكبت جرائم حرب في اليمن تخالف القانون الدولي بل وحتى القانون البريطاني الذي يحضر تصدير أسلحة إلى دول تنتهك جرائم حرب وهي كذلك تستخدم الأسلحة لمواجهة شعبها وكما يحصل في حملتها العسكرية المتواصلة على بلدة العوامية أما البحرين فقد أصبحت حكومتها نارا على علم في انتهاكاتها لحقوق الإنسان لكن الحكومة البريطانية لها رأي آخر يخالف أراء كافة المنظمات الحقوقية الدولية المرموقة فهي تصر على أن السعودية لم تخرق واعد الحرب في اليمن وترى أن النظام الخليفي يسير على الطريق الصحي هذه المواقف أثارت غضب العديد من المنظمات الدولية ومنها حملة مناهبة إسجارة الأسلحة التي حاول جمع من ناشطيها قبل عامين عرقلة انعقاد المعرض لكن الشرطة اعتقلتهم ورفعت ضدهم قضية قانونية سرعانة ما رفضتها محكمة بريطانية رأت أن الناشطين ما يكفي من الأسباب لعرقلة انعقاد المعرض واليوم ينضم عمدة مدينة لندن صادق خان إلى صفوف المعارضين لمعرض تجارة الموت فهل بدأ العد العكسي لتراجع هذه التجارة أما زال الطريق طويلا وشائكا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر